بسم الله الرحمن الرحيم وقراءة وقلنا ان احنا هراجع كل المنهج بالتتابع ان شاء الله ولكن يعني كانت كل التعليقات يعني فضلت ان احنا نركز شوية الاول على النح فهنبدأ ان شاء الله باذن الله تعالى المحاضرة التانية وده ده النموذج اللي نزلته الوزارة الاسبوع اللي فات هنقرأ كده الاول اتفقنا زي ما كل مرة بنأكد كل قطعة نحو عايزين نحلها لازم 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 نقرأها كويس جدا التأمل في الكون والتفكير فيه سبيل قوة الايمان فانظروا وتفكروا فيما خلق الله وذكروا انفسكم دائما بقدرته ورحمته وفضله تنعموا بهدوء النفس وسكينة القلب وتحفظوا عقولكم من فتنة الوسوس فمن اجل هذا انعم الله عز وجل علينا بتلك النعمة الغراء نعمة العقل ولأجل هذا وهبنا القدرة على التفكير والتأمل وما بغافل عنها إلا تعيس وهي منحة ربانية فيها كل السعادة والطمأنينة اعرب كلمة سبيلة التأمل في الكون والتفكير فيه سبيلة خبر مرفوع علامة الرفع الالف لأنه مثنى وحذفة النون للإضافة بهدوء النفس النفس مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسر بتلك النعمة بدل مجرور علامة الجر الكسر وهبنا القدرة القدرة مفعول به ثاني منصوب علامة النصب الفتحة والمفعول الأول طبعا النه استخرج من الفقرة حرف جر زائد وعرب الاسم المتصل به زي ما كلنا عارفين حروف الجر الزائدة الباء عندنا الكاف عندنا من الباء إمتى بتزاد بتزاد في خبر ليس أو ما العاملة عمل ليس بتزاد في فاعل أفعل به للتعجب بتزاد في فاعل كفاء نقول كفاء بالله وكيلة الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا وعندنا من كانت بتزاد بشرط أن تسبق بنفي أو استفهام ما من أحد في الدار خلاص من تبقى حرف جر زائد والكاف كانت بتزاد في كلمة مثل ليس كمثله شيء لو دورنا هنا بالشكل ده هنلاقي وما بغافل عنها إلا تعيس فهنلاقي هنا فين حرف الجر الزائد موجوده في كلمة بغافل حرف الجر الزائد هنا موجود فين موجود في خبر ما العاملة عمل ليس ما دي عاملة عمل ليس لو حبينا نعرف بغافل الباء حرف جر زائد غافل خبر ما العاملة عمل ليس مجرور لفظا منصوب محلا أو يجوز خبر ما العاملة عمل ليس منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة ولكن بنأكد هنا على كلمة المقدرة لازم هنا نقول المقدرة طيب مضارعا مجزوما في جواب الطلب واتفقنا إمتى المضارع يجزم في جواب الطلب بشرط أن يسبق بمضارع زيه في نهي أو يسبق بأمر إذا كان بيسبق بأمر خلاص يبقى شرطه إنه لازم يبقى نتيجة للأمر اجتهدوا تتفوق وإذا سبق بناه خلاص يشترط أن يكون أمرا محمودا يعني لا تتأخروا عن العمل تتقدموا طب إن كان أمر مذموم خلاص يبقى مرفوع لا تتقدموا لا تتأخروا عن العمل تفشلوا خلاص دايب أعلى لا تتأخروا عن العمل تفشلوا خلاص دايب أعلى طول مضارع مرفوع مش مجزوم ولا حق فلاقي عندنا هنا طبقا للكلام دا نلاقي عندنا وذكروا أنفسكم دائما بقدرته ورحمته وفطله تنعموا تنعموا مضارع مجزوم في جواب الطلب فين الطلب اللي هو جزء في جوابه أهو ذكروا ذكروا دا الأمر أهو تنعموا وده فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة طبعا ضمير مبني في محل رفع فاعل نشوف الطلب اللي بعد كده استخرج من الفقرة السابقة ممنوعا من الصرف واذكر سبب المنع نلاقي عندنا الممنوع من الصرف هنا هنمشي كده مع القطعة نلاقي عندنا آه في كلمة الغراء إيه سبب المنع اسم منتهي بألف التأنيث الممدودة ده سبب منعه من الصرف آه المطلوب اللي بعد كده نلاقي عندنا صيغة مبالغة واذكر وزنها صيغة مبالغة واذكر وزنها نفتكر صيغ المبالغة فعول فعيل فعال مفعال فعيل فنلاقي عندنا هنا زي تعيس على وزن فعيل صيغة مبالغة آه وفيه كمان اعتقد فيه حاجة كمان نطلع كده للقطعة فوق فهنلاقي فيه هنا اعتقد كلمة نقي ولا ما فيهش هنا كلمة نقي طيب خلاص احنا عندنا هنا تعيس تعيس على وزن فعيل آه المطلوب اللي بعد كده آه اجعل كل توكيدا معنويا في الجملة التالية ثم عربها فيها كل السعادة عايزين نخلي كل توكيد معنوي ونعربها هيبقى فيها السعادة كلها طب اعربها ايه بقى كلها هتبقى توكيد معنوي مرفوع علامة الرفع الضم ولها ضمير مبني في محل جر مضاف اللي طب ومرفوع ليه مرفوع لان السعادة يعني هنقول فيها السعادة السعادة اعربها تبقى مبتدأ مؤخر والخبر المقدم فيها خلاص تبقى السعادة مبتدأ مؤخر مرفوع خلاص كل تبقى طبيعي تبقى كلها هتبقى توكيد معنوي مرفوع صحح الخطأ في الجملة التالية ثم اذكر السبب ان في التأمل خدوء للنفس ايه الخطأ هنا ان في التأمل في التأمل ده شبه الجملة ده خبر لان طب فين اسم انه هدوء اسم انه مؤخر اه منصوب طيب منصوب هيبقى للنفس ويبقى التنوين على آلف مش هتحط على الهامزة لا هنكتب آلف وبعدين نحط عليه التنوين والسبب طبعا لانها اسم انه مؤخر منصوب علامة النصب الفتحة اربط الجملتين التاليتين بأداة شرط جازمة مناسبة وغير ما يلزم يتفكر المرء في خلق الله يقوى ايمانه اربط ينفع اني يتفكر ينفع متى يتفكر ينفع ايانا يتفكر المرء في خلق الله يقوى ايمانه وطبعا هنحزف حرف العلة ولو حبينا نحط الحركة على الواو فهنحط عليها فتحة احنا بنحط حركة الحرف المحذوف احنا هنا حذفين الف فخلاص هنحط طبعا على الواو فتحة نشوف الطلب اللي بعد كده كيف تكشف في معجمك عن كلمة الوسواس طبعا هو مش غريبة ولا حاجة ولكن يعني هو الغالب انه بيجيب لنا كلمة ثلاثية ولكن هنا جايب كلمة رباعية فهنكشف عنها في وس وسا يبقى فيه باب الواو فصل السين مع مراعاة الواو والسين اربع حروف فهاش مشكلة ابدا يعني ده النموذج اللي كانت نزلته الوزارة من حوالي كده تلات ايه نرجع بقى القطع بتاعتنا اللي احنا وقفنا عندها احنا وقفنا المحاضرة اللي فاتت عند القطع رقم 11 تقريبا دي القطع رقم 12 نقرأ كده ونشوف ان الخطر داهم واكبر مما نتخيل والمفروض ان نستيقظ من غفلتنا المهينة ونكف عن اعمال التهريج والسطحية التي تخيم على حياتنا ويبدو انها مقصودة لالهاء الشعوب العربية الى ان تفاجأ بالنكبة في عقر دارها فاعلموا ان القاتل لا يفرق بين العدو والصديق وعليكم شباب الامة الانتفاض في شتى المجالات وان تتحد فلن تغلب اذا ابدا اعرب ما فوق الخط الخطر اسم ان منصوب علامة النصب الفتحة الشعوب مضاف اليه مجرور علامة الجر الكسرة شباب الامة ده مختص عليكم شباب الامة الانتفاض اسلوب اختصاص شباب مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اخص او اعني او اقصد علامة النصب طبعا الفتحة الامة مضاف اليه مجرور فلن تغلب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب حذف النون لانه من الافعال الخمسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل اسم فاعل هنلاقي عندنا داهم اسم فاعل على وزن فاعل او من ثلاث جملة لا محل لها من الاعراب الجملة الابتدائية من اشهر الجملة التي ليس لها محل من الاعراب ان الخطر داهم السبب جملة ابتدائية او عندنا تخيم على حياتنا جملة صلة الموصول ليس لها محل من الاعراب او شباب الامة جملة اعتراضية كل دي جملة ليس لها محل من الاعراب مصدرا مؤولا ان نستيقذا انزئد المضارع والمفروض ان نستيقذا لو حبينا نحول الصريح يبقى والمفروض الاستيقاظ لو حبينا نحول صريح مصدرين احدهما ثلاثي والاخر خماسي فنلاقي عندنا الخماسي الانتفاض مصدر خماسي نلاقي عندنا لو حبينا نطلع مصدر ثلاثي فنلاقي عندنا الخطر دا مصدر ثلاثي عندنا فعلا مبنيا مبينا علامة بناء اعلم اعلم فعل امر مبني على حذف النون لاتصال بواو الجماعة واو الجماعة برضو ضمير مبني في محل رفع فاعل ضميرا في محل نصب هنلاقي في عندنا انها الها في انها ضمير مبني في محل نصب اسم انها دايما بنأكد على الضمائر اللي في محل نصب الها اليا الكاف تتصل بالفعل في محل نصب مفعول اي ضمير مبتصل بحرف ناسخ في محل نصب اسم الناسخ وطبعا عندنا الضمير الوحيد المنفصل اللي في محل نصب ايا اللي هو اياك يعني في محل نصب مفعول به جواب شرط مقترنا بالفا فلن تغلب السبب طبعا جملة فعلية سبقت بلن اسما مقصورا شتى خبرا لناسخ وبين نوعه عندنا داهم خبر ان ومفرد وعندنا مقصودة خبر ان وبرضو مفرد وعندنا لا يفرق ان القاتل لا يفرق خبر ان ولكن جملة فعلية مضارعا منصوبا ان نستيقظ ممنوع من الصرف اكبر اكبر صفة على وزن افعال كيف تكشف عن حياة في حياة اتنين ياء في باب الحاء فصل الياء مع مراعاة الياء التدريب طلب تاشر اذا ما رجع ابناء العرب الى ماضيهم وجدوا فيه الاصالة والعراقة فليسمعوا منه العبرة كي لا تضيع امجادهم وعليهم في حاضرهم ان يعملوا لكي لا يتخلفوا عن ركب الحضارة ولألا يعتمدوا على غيرهم اعتمادا حقيرة نتائجه ولتعلموا ان ابناء العالم يعيشون في صراع رهيب وسباق علمي كبير فانتبهوا ابناء العرب كي تهيؤوا لانفسكم مكانة مرموقة تليقوا بامة كانت ولا تزال موطن الايمان ومهد الحضارة في كل البيئة امجاد بيقول امجاد تعرب فاعل تضيع امجادهم فاعل طبعا لتعلموا اللام طبعا دلام الامر موطن لا تزال موطن لا تزال هي موطن طبعا خبر لناس خبر لا تزال اذا ما رجع ما بعد اذا على طول ما زائدة ليس لها محل من الاعرام استخرج ضميرين احدهما في محل رفع والاخر في محل جر في محل جر هنلاقي قدامنا كتير اي ضمير متصل باسم في محل جر مضاف لي ماضيهم امجادهم حاضرهم طيب في محل رفع هنلاقي عندنا واو الجماعة في يتخلف في تعلم يعتمد في محل رفع فاعل واو الجماعة في يعيشون في محل رفع فاعل كل دي ضمائر في محل رفع صيغة مبالغة وعرب معمولها حقيرة والمعمول طبعا نتائجه وتعرب طبعا او المعمول يعرب فاعل مصدرين احدهما خماسي والاخر رباعي الخماسي هنلاقي عندنا اعتماد اعتماد ده مصدر خماسي عايزين مصدر خماسي اه قلنا مصدر خماسي اعتماد طيب مصدر رباعي هنلاقي عندنا اعتماد اعتماد الخماسي الرباعي هنلاقي صراع صارع صراع وسباق سابقة سباق ومسابقة فعلا مبنيا على الضم واخر مرفوعا بعلامة فرعية المبني على الضم وجده مفيش الا الفعل الماضي اللي يتصل بها والجماعة يبقى مبني على الضم وفعل مرفوع بعلامة فرعية يعيشونا يعيشونا مرفوع علامة الرفع طبعا العلامة الفرعية ثبوت النون ولو حبينا كده نأكد على العلامات الفرعية تاني ايه العلامات الفرعية دي كانت العلامات الاصلية في رفع الفعل الضم في نصب الفعل الفتحة في جزم الفعل السكون ان رفعنا باي علامة تانية غير دي في الفعل تبقى علامة فرعية يعني إن قلت مرفوع بثبوت النون خلاص بقت علامة فرعية إن قلت مجزوم بحذف حرف العلة تبقى علامة فرعية إن قلت منصوب بحذف النون تبقى علامة فرعية طب وفي الأسماء علامة الرفع في الإسم الضم طب إن قلت مرفوع بالألف زي المثنى خلاص بقت علامة فرعية إن قلت مرفوع بالواو خلاص بقت علامة فرعية طب وفي النصب الفتح إن قلت منصوب باليا خلاص بقت علامة فرعية. نقولت منصوب بالكسرة لان اصل النصب هو الفتحة. زي جمع المؤنث السالم كده. اه نتحدى المشكلات خلاص المشكلات تبقى على طول. تبقى افعول به منصوب. علامة النصب هنا بقى. اه علامة النصب الكسرة مش الفتحة وكده بقت علامة فرعية. اه وعلامة الجر في الاسم اصل الجر هو الكسر. دي العلامة الاصلية. طب ان قلت مجرور بالياء. طب ان قلت مجرور بالفتحة زي الممنوع من الصرف بقت علامة فرعية. طيب. اه نعتن وبين نوعه وعريبه. هنلاقي عندنا رهيب علمي كبير كل دنعت مفرد نلاقي عندنا تليق بأمة دنعت جملة فعلية تهيئوا لأنفسكم مكانة مرموقة تليق دنعت جملة فعلية اسم مفعول وهذا فعله مضبوطا مرموقة فعله طبعا روميقا اسم المفعول لا يوصاق إلا من فعل مبني للمجهول فلازم كده نجيب الماضي نضم الأول نكسر ما قبل الآخر لن تضيع أمجادهم أكمل أسلوب الشرط وغير ما يلزم يبقى إن يتحد العرب متى يتحد العرب فلن تضيع أمجادهم بيئات نكشف عنها في بواء 14 كان الينبوع الأول لعلم العرب في العصر الجاهلي الملاحظة والمخالطة والتجربة وكان بعضهم يتميز بلون من المعرفة يشتهر به فقد كانوا بادينا والبداوة طور اجتماعي طبيعي تكتازه الأمم في سيرها إلى الحضارة ومن شأن البداوة ألا تتيح للبادينا دراسة منظمة ولا تفكيرا متفلسفا ولا تعميقا في الربط بين الأحداث وأسبابها والمعلومات وعلالها فإذا جاءت حكمة على لسان أحدهم فهي نتاج طبعه وخطرة من فكره بادينا تعرب كانوا بادينا آه هنا كاتب بادينا وهنا حط خط تحت البداوة طيب مش بادينا طبعا دي خبر كان طب ولو حبينا نعرف البداوة البداوة طبعا مبتدأ طيب تكتازه الأمم الأمم تعرب طبيعي خالص فاعل طيب ألا تتيح تتيح فعل مضارع منصوب إيه أداة النصب اللي نصبها أن فين أن دي مضغمة فلا أن لا تتيح استخرج مصدرا لفعل رباعي فنلاقي عندنا الملاحظة لاحظة ملاحظة المخالطة خالطة مخالطة التجربة جربة تجريب وتجربة فعالة تفعيل وتفعيل اللي هي التجربة دي آه اسم مفعول ثم اكتب فعله مضبوطا آه اسم المفعول عندنا المعلومات فعله طبعا آه علماء جواب شرط مقترنا بالفاء مبينا السبب آه الشرط يبدأ من أول هنا هو إذا جاءت حكمة على لسان أحدهم فهي نتاج ده جواب الشرط اقترم بالفاء ليه لأنه جملة اسمية خبرا لفعل ناسخ وبين نوعه لسا احنا قاعدين بادينا ونوعه طبعا خبر مفرد وبرضه هنا هو كان الينبوع الأول لعلم العرب في العصر الجاهلي الملاحظة الملاحظة ده خبر كان هو ينفع الخبر يجي معرفة كده آه ينفع الخبر يجي معرفة وده خبر كان ونوعه برضه مفرد آه ضميرا في محل رفع نلاقي عندنا ضمير في محل رفع آه لو مشينا مع الكلام كده فهنلاقي كانوا واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم كان هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ اسما للمرة وزنه خطره وزنه فعله من ثلاث آه الوطن صغ من الكلمة السابقة مصدرا صناعيا الوطنية حب ذا الوطنية نحن نسعى الى الوطنية كيف تكشف عن تجتازه طبعا جوازاء آه التدريب خمستاشر إن الإصلاح الثقافي هو الخطوة الأساسية إزاء الإصلاحات الأخرى فعليكم أبناء العروبة الانطلاق والتقدم فلا بقاء لمن تخلف عن ركب الثورة العلمية والعالمية الصبر والاكتهاد وإياكم والجزع إننا في عالم تتصارع عولمته بصورة فائقة وفي اتجاه فيجب أن نحرص على مميزاته بنظرة نقدية ثاقبة وتقويم محمود نتائجه وليكن البناء هدفنا بناء الوطن وبناء المواطن وشعارنا تنمية الفكر عن طريق العلم وتهذيب النفس عن طريق الدين وسلوكنا خير الناس أنفعهم للناس جميعا فنأمن وتأمن الأجيال كلها من بعدنا اعرب ما فوق الخط إزاء ظرف مكان منصوب علامة النص بالفتحة بمعنى أمام يعني فعليكم أبناء العروبة الانتلاق أبناء العروبة ده المختص يعني لو الجملة تستقيم من غيره ويبقى فعليكم الانتلاق عليكم خبر مقدم شبه جملة في الأول وهو يبقى الانتلاق مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع الضم وليكن البناء البناء اسم يكون مرفوع علامة الرفع الضم جميعا حال منصوب علامة النص بالفتحة خبرا لناسخ وبين نوعه إن الإصلاح الثقافي هو الخطوة الأساسية هو الخطوة خبر إنه ونوعه طبعا جملة اسمية محله طبعا في محل رفع مختصا وعربه أبناء العروبة أبناء مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني العروبة مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسر مصدر لفعل خماسي ومصدر لفعل رباعي فنلاقي عندنا الخماسي التقدم تقدم تقدم تفاعل تفاعل نلاقي عندنا الانطلاق انطلق انطلاق انفعل انفعال الرباعي هللاقي عندنا الإصلاح أصلحة إصلاح برضو رباعي عندنا عولمة 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 فعللة فعللة اسما موصولا واذكر جملة الصلة فلا بقاء لمن تخلف عن ركب الثورة فين الاسم الموصول؟ من طب فين جملة الصلة؟ تخلف عن ركب الثورة طب ايه محلها من الاعراب؟ ليس لها محل من الاعراب جملة الصلة طبعا من الجملة التي ليس لها محل من الاعراب اسما موصولا خلاص ضميرا في محل نصب فهنلاقي عندنا اننا ان في ان ضمير مبني في محل نصب اسم ان عندنا كمان الضمير المنفصل ده ايا ده اهو عشان نفتكره ده اهو عن انساء ده اهو ايا إي على طول ضمير مبني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أحذر طيب أمال إياك نعبد في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين طيب إيا لا دي إيا دي بقى برضو ضمير مبني في محل نصب مفعول به ولكن للفعل نعبد هي مفعول به مقدم يعني طيب اسم تفضيل وزنه أنفعهم أفعلهم اسم مفعول عامل وعرب معموله فهنلاقي عندنا أهو محمود ومعمول نتائجه وطبيعي عرب نائب فاعل توكيدا وبين نوعه أو كلها طبعا توكيد معنوي طيب أعرابه مرفوع طبعا لأنه تابع زي اللي قبله الأجيال الأجيال فاعل خلاص تبقى كلها توكيد معنوي مرفوع علامة الرفع والهاء طبعا ضمير مبني في محل جر مضافئ اسما للا نافية للجنس أهو فلا بقاء أهو فلا بقاء نوع اسم لا هنا طبعا مفرد أهو بقاء اسم لا مبني على الفتح في محل نصب مضارعا مجزوما وآخر منصوبا هنلاقي عندنا المنصوب طبيعي أن نحرصه ده مضارع منصوب الأداة طبعا أن المضارع المجزوم المنصوب زي ما قلنا أن نحرصه المجزوم وليكن وليكن لا من الأمر أهي ويكن فعل مضارع مجزوم علامة الجزم الطبيعي السكون المطلوب اللي بعد كده اسم فاعل عامل وسبب العمل طبعا ثاقبة سبب العمل طبعا دل على الحال والاستقبال وسبق بموصوف مصدر مؤول أن نحرصه وبين محله الإعرابي فيجب أن نحرصه نحوله الصريح عشان نعرف محله فيجب الحرص الحرص تعرب ايه تبقى فاعل يبقى ده مصدر مؤول في محله رفع فاعل يجب ويمكن وينبغي ويلزم الأفعال دي بعدها كلها بيبقى فاعل مش مفعول به يبان كده شكله مفعول به إنما هو طبعا فاعل طيب بدل عندنا البدل ونوعه هنا هنبص نلاقيه وليكن البناء هدفنا بناء الوطن وبناء المواطن بناء دي طبعا بدل بعض من كل أول كلمة في التفصيل بعد الإجمال بدل بعض من كل جملة ليس لها محل من الإعراب فهنلاقي عندنا لمن تخلفه جملة احنا لسه مطلعين هو جملة الصلة دي ليس لها محل من الإعراب أو الجملة الاعتراضية دي أبناء العروبة جملة اعتراضية أو الجملة الابتدائية إن الإصلاح الثقافي هو الخطوة جملة ابتدائية كل دي جملة ليس لها محل من الإعراب طيب نبص كده نلاقي عندنا ممنوعا من الصرف وبين سبب المنى الممنوع من الصرف عندنا هنا أنفعهم صفة على وزن أفعل طيب نلاقي كمان نوع اللام المخطوط تحتها ما كنا لنتخلف عن الرد نكتهد لنصلح أحوالنا إن العروبة لتسمو بالعلم بيقول ما نوع اللام ما كنا لنتخلف طبعا لام اتصل بالمضارع سبقت بكون منفي خلاص بقت لام الجحود نتخلف فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة نكتهد لنصلح أحوالنا لام بيّنت السبب لماذا نكتهد لنصلح لام التعليل ونصلح فعل مضارع منصوب إن العروبة لا تسمو بالعلم لام موجودة في خبر إنه خلاص دي لام مزحلقة لام توكيد يعني ليس لها عمل تسمو فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضم ولكنها طبعا ضم مقدرة لأن الفعل معتل تتصارع أكد الفعل السابق بالنون توكيدا واجبا مرة وتوكيدا جائزا مرة في جملتين من إنشاء واجب والله لتتصارع عنا الأمم طيب لو قلنا جائز ممكن نقول هل تتصارع عنا الأمم فيما بينها وكده بقى جائز التوكيد يخلو نحو الإصلاح يفوز بالرفاهية اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة إن يخلق نحو الإصلاح يفوز بالرفاهية ولو حطينا حركة طبعا على اللام الأولانية بعد حذف حرف العلة فهنحط طبعا على اللام ضمة لأن إحنا حذفنا واو فهنحط حركة الحرف المحذوف لا يتقدم إلا المصلحون احذف إلا وضع غير واضبطها وما بعدها لا يتقدم غير المصلحين غير المصلحين غير عليها ضمة السبب لأنها تبقى فاعل المصلحين مضاف إليه مجرور علامة الجر طبعا اليان اتجاه نكشف عنها في وجهة التدريب 16 الصحبة السعيدة فن والمعاشرة الحلوة موهبة واقتدار وليس لكل واحد حظ منهما ويخطئ من يظن أنه يمكن أن يحقق السعادة الحقة بقراءة كتاب أو تطبيق منهك فالسعادة لا توجد في كتاب إنما هي منحة الطبائع النقية والفطر السليمة والبصائر النيرة وهي ثمرة أخلاق وليست ثمرة علم اعرب ما فوق القط الصحبة السعيدة فن فن طبعا خبر مرفوع علامة الرفع الضمة وليس لكل واحد حظ حظ اسم ليس مؤخر مرفوع علامة الرفع الضمة ومن فين خبر ليس لكل شبه الجملة الأولاني ده ويخطئ من من اسم موصول مبني في محل رفع فاعل وهي منحة الطبائع النقية نعت مجرور علامة الجر الكسر مصدر لفعل خماسي فهنلاقي عندنا اقتضار افتعال ضميرا في محل نصب هنلاقي ضمير في محل نصب نلاقي عندنا نمشي مع بعض كده ندور انه الهاء في انه في محل نصب اسم ان خبرا لناسخ وبين نوعه نلاقي عندنا لكل واحد ده خبر ليس ونوعه شبه جملة أو يمكن ده خبر انه ونوعه جملة فعليا خبرا مقدما لسائلينه لكل واحد لكل واحد وده طبعا في محل نصب صيغة مبالغة هنلاقي عندنا السعيدة فعيلة طبعا هي صيغة مبالغة السليمة زيها بالظبط اسم فاعل اسم فاعل هنلاقي عندنا واحد ضميرا في محل رفع هي انما هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ مضارعا مرفوعا يخطئ يخطئ واخر منصوبا اهو يحقق أن يحقق حرفا ناسخا ألغي عمله اهو إنما قلنا الحروف الناسخة يلغى عملها باتصالها بما بما الكافة تبقى إنما تبقى لعلما تبقى كأنما تبقى لكنما يلغى عملها ولكن ليتا بيجوز فيها الإلغاء والعمل نشوف اللي بعد ليتا إن كان اللي بعد ليتا مرفوع خلاص ما كافة وكفة ليتا ما كافة وكفة ليتا عن عملها واللي بعدها مبتدأ وخبر طيب وإن كان اللي بعد ليتما منصوب تبقى مزائدة في الحال دي وخلاص بعدها اسم ليتا وخبر ليتا برضو تأكيدا على الحكاية هي إنما يقاس النجاح بما قدم الإنسان احذف ما يبقى تبقى هنحذف ما تبقى إنا متفقين إننا لا تدخل إلا على جملة إسمية يبقى لازم الجملة الفعلية دي ترجع جملة إسمية تاني إن نقول يعني نقول إنما العلم النور ينفع وينفع نقول إنما يقاس النجاح زي كده يبقى خلاص خلاص يتنفع تدخل على جملة فعلي طيب هنشيل ما ترجع إن تاني إن لا تدخل إلا على الجملة الإسمية يبقى خلاص يبقى إن النجاح ترجع جملة إسمية تاني يبقى إن النجاح يقاس بما قدم الإنسان يعتري السيارة خلل في أدواتها ابني الجملة للمجهول عشان نبني أي جملة للمجهول لازم نحدد الأول أركانها الفعل فين الفاعل فين المفعول به فين وبعدين نشوف الفعل على حسب حالته هو ماضي ولا مضارع وإن كان ماضي شكله إيه عشان يتضم الأول ويتكسر ما قبل الآخر وإن كان مضارع يتضم الأول ويتفتح ما قبل الآخر ونشوف في حرف فعلا ولا لا وكل هذه الأمور في الفعل والفعل نحدده عشان يحذف والمفعول به يتحدد عشان ييجي مكان الفاعل ويبقى هو نائب الفاعل لو بصينا للجملة دي فشكلها البداية تغرين كده يعتري السيارة خلل فين الفاعل هنا أوه أحد يقول السيارة لا الجملة هنا كل الفكرة إن الجملة هنا فيها المفعول به مقدم يعتري يعني يصيب السيارة خلل في أدواتها فين الفاعل خلل وفين المفعول السيارة يبقى مين الله يحذف خلل يبقى آه ولكن تبقى الجملة بقى تبقى تعترى السيارة في أدواتها ويبقى فيه النائب الفاعل السيارة اللي هو كان مفعول به في الجملة الأصلية اللي هي دي ده التدريب 16 ننزل على التدريب اللي بعده 17 فنقطة البدء في حياة الشاب أن يعرف مواضع نبوغه ومواضع ضعفه واختيار العمل الأرقى الذي يناسبه إنما يميت هذا النبوغ أن الشباب لا يستكشفه فيختار ما ليس له بأهل فتكون النتيجة المحتومة الفشل وكم بين العاطلين والبائسين من لو اتجه وجهة صالحة لأصبح نابغة علمه أو فنه ولكن كم من الناس يموتون عطشا في الصحراء والماء على مقربة منهم لم يهتدوا إليه نشوف الإعراب الأول فتكون النتيجة المحتومة الفشل الفشل خبر تكون منصوب علامة النصب الفتحة يموتون فالمدارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون أو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل الماء مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضم مصدر مؤول ثم حوله إلى صريح أن يعرفه والصريح يبقى معرفة تبقى في الجملة فنقطة البدء في حياة الشباب أو في حياة الشاب معرفة مواضع نبوه اسم فاعل واذكر فعل له فلاقي عندنا نابغة فعله طبعا نبغة العاطلين فعله عطلة البائسين فعله بأسا جملة حالية حال جملة يعني والماء على مقربة منهم الواو دي طبعا مش واو عاطفة دي واو الحال ودي رابط والرابط هنا الواو والضمير اللي في منه اسم مكان واذكر لما جاء على هذا الوزن مواضع اللي هو مفرد وطبعا موضع وجه على وزن مفعل وليه جاي على الوزن ده اللي هو مفعل لأنه من ثلاثي معتل الأول فيبقى وضع فيبقى موضع فيبقى فعل فيبقى مفعل جاي على مفعل متى يأتي اسم المكان أو الزمان أو المصدر الميمي على وزن مفعل إذا كان من فعل ثلاثي معتل معتل الأول زي وضع ده كده أو زي وقفة أو زي وثبة يبقى موثب موقف موضع أو إذا كان مكسور العين في المضارع زي مثلا الفعل نزال فالمضارع فالمضارع يبقى ينزل هنلاقي مكسور العين في المضارع فلما نجيب منه اسم الزمان أو المكان فنلاقي منزل على وزن مفعل مصدرا ثلاثيا وآخر خماسيا هنلاقي السلاسي الفشل العطش الخماسي هنلاقي عندنا اختيار افتعال فعلا مبنيا وآخر معربا مبني هنلاقي عندنا اصبح فعل ماضي اهو فعل معرب يموتون اهو فعل مضارع اهو المضارع على طول معرب إلا في حالتين بس لو اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح لو اتصل بنون المسوى يبنى على السكون وبقيت حالاته كلها معربة يعني مرفوع منصوب مجزوم اه احنا فين اه فعلا اسما مبنيا عندنا الذي اسم موصول اسماء المبنية اسماء الإشارة معدى اللذان واللتان اه تأسف اسماء الإشارة معدى هذان وهتان اسماء الموصولة معدى اللذان واللتان كل الضمائر مبنية طبعا بعض الظروف زي حيث ومنذ والآن وامس كل دي زروف مبنية نعتا وبين نوعه النتيجة المحتومة المحتومة طبعا نعت ونوعه طبعا مفرد اسم ممدود عندنا الصحراء نوع الهمزة طبعا مزيدة للتأنيث جملة لا محل لها من الإعراب من أسهل الجمل طبعا الجملة الابتدائية فنقطة البدء في حياة الشباب أن يعرف مواضع نبوغه جملة ابتدائية او ممكن نلاقي يناسبه جملة صلة الموصول كل دي جمل ليس لها محل من الإعراب نكشف عن اختيار طبيعي هنكشف عنها في خيارات ينهض اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون والله لا ينهضن الإنسان بواجبه ممتنع التوكيد والله لا سوف ينهض الإنسان بواجبه اتفصل بين الفعل والفاقل اتفصل بين الفعل ونون التوكيد بفاصل اتفصل بين الفعل ولام القسم متأسف بفاصل والله لا ينهض الطالب الآن دل على الحال والله لن ينهض المهمل بواجبه كده الفعل نفيا فبقى ممتنع التوكيد 18 اجعل شعارك الدائم مساءلتك نفسك ماذا عملت في وقت فراغك هل كسبت صحة او افت مالا او حصلت علما او ازديت الى مجتمعك خيرا وهل كان وقت فراغك مرسومة خطته واضحا هدفه ان كان لك فقد سلكت مسلكا قويما وإلا فحاول ان تسلكه ان قليلا من الزمن يخصص كل يوم لشيء قد يغير الحياة ويجعلها اكثر خصبا واغزر انتاجا افت مالا مالا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة فقد سلكت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل متاء الفاعل بمير مبني في محل رفع فاعل ان قليلا قليلا اسم ان منصوب علامة النصب الفتحة ان قليلا من الزمن يخصص كل يوم كل نائب عن ظرف الزمان منصوب علامة النصب الفتحة زي ما نقول مثلا كده يحضر ابي يوم الثلاثة مثلا يوم هنا هتعرب ايه هتبقى ظرف ظرف الزمان طب حطيت قبلها كل يوم هتعرب ايه يحضر ابي كل يوم ثلاثة اللي بعد كل هيبقى مضاف الي خلاص تبقى يوم بقت مضاف الي طب كل نفسها بقى هي اللي تاخد اعراب الظرب فتبقى نائب عن الظرب زي دي كده بالظبط كل يوم خلاص كل نائب عن ضرب الزمان منصوب علامة النص بالفتحة اسم فاعل عامل عندنا واضحا ومعمول طبيعي هدفه ويعرب فاعل اسم مفعول عامل ويعرب معمول مرسومة ومعمول خطته ويعرب نائب فاعل اسم مكان مجتمعك فعل اجتمع فعلا ناسخا كان واش حاجة مضارعا مرفوعا عندنا مضارع مرفوع هنلاقي عندنا تسلكه ده منصوب ونلاقي عندنا آه يغير يجعلها مضارع مرفوع اسم تفضيل اكثر او اغزر تمييز عندنا الناكلة المنصوبة بعد افعل اهو خصبا او انتاجا اكثر خصبا اغزر انتاجا اللي اتنين تمييز فعلا مبنيا كتير بقى كل الافعال الماضية كان سلكت افدت اجعل الفعل الامر ده نفسه اهو فعل امره مبني على السكون اه فعل ينصب مفعولين وحدد المفعولين اجعل ده فعل ينصب مفعولين فين المفعولين شعارك المفعول الاول مساءلتك المفعول التاني اجعل شعارك مساءلتك او يجعلها اكثر خصبا اهو يجعلها اكثر خصبا المفعول الأول الهاء والمفعول الثاني أكثر طيب مصدر مؤول واجعله صريحا المصدر المؤول فحاول أن تسلكه أو يبقى فحاول سلكه سلك سلكا أو سلوكا طيب هنلاقي عندنا مضارعا منصوبا أن تسلكه ضميرا في محل نصب الهاء في يجعلها يجعلها في محل نصب مفعول به اتفقنا الهاء الياء الكاف تتصل بالفعل تبقى مفعول به ثاني كلمة مجرى ده اسم مقصور طيب الألف هنا رقم كام الألف هنا أكثر من ثالثة الألف إذا كانت أكثر من ثالثة تقلب إلى ياء وتضاف علامة التثنية خلاص يبقى مجريان سلكت مسلكا قويما آه متأسف كان عايزها في جملة آه نقول كده هذاني مجرياني عميقاني للبحر مثلا يعني سلكت مسلكا قويما اتخذت مسلكا قويما اعرف كلمة مسلكا سلكت مسلكا ده مصدر ميمي ومن جنس الفعل أو سلكت مسلكا كيني بقول سلكت سلوكا خلاص يبقى مسلكا دي تطلع إيه مسلكا دي على طول تبقى مفعول مطلق منصوب علامة النصب الفتحة اتخذت مسلكا لا خلاص دي مفعول به خلاص بقت مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة طيب نشوف التدريب اللي بعد كده قد تجلس مع إنسان متعلم فتحس أنه مظلم من الداخل ثم تجلس إلى إنسان فطري أمي فتحس أن بداخله نورا يشع على الحياة فمن أين يأتي هذا النور الداخلي إن المعرفة المادية لا تكفي إلا لصنع مصابيح الطرقات وإضاءتها أما النور الداخلي فلا يستمد إلا من المعرفة الروحية الخالصة المتمثلة في الاتصال الدائم بالله نشوف الإعراب الأول قد تجلس مع إنسان متعلم نعت ونعت مجرور ليه لأن إنسان دي مضاف إليه نعت مجرور علامة الجر الكسرة طبعا أنه بداخله نورا اسم أنه مؤخر أهو أنه جاي بعدها جر ومجرور أهو شبه جملة خلاص ده يبقى الخبر المقدم بتاعها وده يبقى اسم أنه مؤخر منصوب علامة النصب الفتحة لصنع مصابيح مصابيح طبيعي وحد يقول لنا نعت لا مش نعت مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة أما النور النور مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضم خبر مقدما وبين حكم تقديم أهو بداخله حكم التقديم هنا إيه حكم التقديم يا إما واجب يا إما جائز هنا حكم التقديم واجب ليه طرد لأن الخبر شبه جملة واسم أنه ناكرة فعلى طول يبقى التقديم هنا واجب لو كان اسم أنه ده لو كان مفروض مبتدأ قبل كده معرفة خلاص كان يبقى التقديم جائز إنما هنا طبعا واجب لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ ناكرة اسما للفاعل وبين فعله متعلم فعله تعلم مظلم فعله أظلم بدلا وبين نوعه هذا النور نوعه طبعا بدل مطابق مصدر لفعل خماسي عندنا الاتصال افتعال طبعا اسما مبنيا هذا اسم إشاره هذا خبرا جملة لحرف ناسخ وحدد موقعه الحرف الناسخ أهو اللي ليه خبر جملة إن المعرفة المدي لا تكفي لا تكفي ده خبر إنه ونوعه طبعا جملة فعلية وفي محل رفع طبعا نعت جملة واذكر محلها أهو يشع على الحياة الجملة الفعلية دي نعت لنورا أن بداخله نورا خلص الكلام يشع على الحياة دي الجملة الفعلية دي وصفة نور أهو اللي هو الناكرة ده لازم المنعوط يبقى ناكرة يشع على الحياة طبعا جملة فعلية في محل نصب نعت جملة ليس لها محل من الإعراب الجملة الابتدائية متفقين عليها خلاص قد تجلس مع إنسان إلى الآخر تبقى جملة ابتدائية أو إذا كان في جملة صلة موصول مش عارفين فيه ولا لا طيب الجملة الابتدائية اللي قلناها ممنوعا ممنوعا من الصرف نلاقي عندنا ممنوع من الصرف مصابيح طبعا صيغة منتهى الجملة صغ اسم المفعول من الفعل أضاء طبعا مضاء المصباح مضاء في الحجرة طيب حتى نقهر الصعاب ونصبح جاهزين للمستقبل بيقول خاطب بالعبارة المفرد والمثنى بنوعي المفرد هنخاطب يبقى للخطاب للمخاطب يعني يبقى حتى تقهر الصعاب الصعاب وتصبح جاهزا ليه جاهزا تنوين على الألف ليه جاهزا خبر تصبح طيب المثنى بنوعي مثنى مذكر الأول يبقى حتى تقهر ألف بعد الر ليه كانت تقهران الفعل ثننا بقى من الأفعال الخمسة سبق بحتى بقى منصوب تنصب بإيه الأفعال الخمسة بحس في النون يبقى حتى تقهر الصعاب وتصبح ليه حزفنا النون هنا برضو تاني لأنه معطوف على تقهر وتصبح جاهزين اتنين للمستقبل يبقى تاني يبقى المثنى المذكر حتى تقهر الصعاب وتصبح جاهزين للمستقبل المثنى المؤنس حتى تقهر زيه بالظبط الصعاب وتصبح أدي اللي هيفرق بقى بين المذكر والمؤنس جاهزتين للمستقبل الدائم نكشف عنها في دوما داما يدوم دوما فتبقى دوما هنختم إن شاء الله بالقطعة دي اللي هي القطع عشرين استطاع علماء العرب والمسلمين في مراحل زمنية متتابعة أن يضيفوا إلى الطب الكثير باكتشافهم بعض الأمراض التي لم يسبقهم يسبقهم إلى معرفتها أحد وقد اهتم هؤلاء العلماء أيضا بالجانب الإنساني في الطب كعلاج الفقراء مجانا ومنحهم المال والثياب بعد الشفاء كما ظهرت براعتهم الفائقة في كشف أنواع الأدوية مما جعل لهم مكانة مرموقة في تاريخ العلم بجامعات أوروبا والعالم استخرج لا نعرف الأول لم يسبقهم يسبقهم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون هم ضمير مبني في محل نصب مفعول به أحد فاعل مرفوع علامة الرفع الضم الإنساني نعت مجرور علامة الجر الكسر بعد الشفاء بعد ظرف الشفاء طبعا مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسر اسم فاعل لفعل غير ثلاثي المسلمين فعله أسلمة أو متتابعة أو في حاجة تانية طيب مصدر لفعل خماسي اكتشافهم اسم مفعول وزنه اسم مفعول مرموقة مفعولة بدل هنلاقي عندنا العلماء اهتم هؤلاء العلماء معرب بقل بعد اسم الإشارة مفعول مطلق مفعول مطلق هنلاقي المفعول المطلق هنا كلمة أيضا سيا فين أيضا اه أيضا اهي مفعول مطلق وطبعا عندنا مجموعة كلمات كده بتعرب مفعول مطلق لفعل محذوب زي أيضا زي خصوصا زي سبحانا زي عدلا زي حقا زي صدقا لفعل ما حدوه اسم ممدود وبين نوع الهمزة اه فعندنا الفقراء الهمزة طبعا مزيدة للجمع اه الشفاء الهمزة طبعا منقلبة عن أصل اه مصدرا ثلاثيا عندنا كشف ده مصدر ثلاثي طبيعي العلم ده مصدر ثلاثي اسما موصولا وعين صلطه التي التي اهي التي الصلة لم يسبقه وطبعا محلها ليس لها محل من الاعراض اه 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 يهتم المسلمون بالعلم او اعظم بان يهتم المسلمون بالعلم هنا الفعل بتاعنا يجوز التعجب منه بكل الطرق ينفع بمصدر صريح وينفع بمصدر مؤول السبب لانه الفعل غير ثلاثي الشرط اللي فقدوا هنا انه فعل غير ثلاثي الفائقة نكشف عنها في فوقع يا رب نكون فدناكم في شوية الحاجات دول واللهم ان لا نبتغي الا وجه الله فيما قمنا به كل اللي عايزين ومن حضراتكم بس يعني تعليقاتكم بس يعني نستمر بالشكل ده ولا انتو عايزين حاجة تانية غير النحو ولا انتو عايزين حاجة تتشرح معينة يعني مثلا لو اجتمعنا على مجموعة دروس هنشرحها ما فيش مشكلة هنشرحها وهنشرحها بشكل تفصيلي وهيكون فيه شرح شرح بالتفصيل على الشاشة دي بنفس الشكل كده ولكن شرح مفصل ومكتوب وكل حاجة معمولة بالتفصيل ان شاء الله او انتو عايزين فرع تاني فياريت تعليقاتكم عشان بس نعرف الدنيا فيها ايه ونحقق اكبر استفادة باذن الله تعالى وان شاء الله باذن الله لو استمرنا بالشكل ده هنيجي بفترة معينة ان شاء الله وهيبقى عندنا باذن الله تعالى كل يوم باذن الله هيبقى عندنا حصة وعندنا بث مباشر لحصة معينة ان شاء الله باذن الله يارب نكون فدناكم وان شاء الله إلى اللقاء مع الحصة اللي جاية ان شاء الله